وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بعد غزوة بدر الكبرى مباشرة وكان زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه ورزق منها ابنه عبد الله ومات صغيرا أول عيد فطر دخل على المسلمين أول عيد فطر في الإسلام وذلك في الأول من شوال من السنة الثانية للهجرة قال الحافظ في التلخيص الحبير هذا لم أره في حديث لكنه اشتهر في السير زواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنهما في السنة الثانية للهجرة تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها رزق علي بن أبي طالب من فاطمة الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب غزوة بني قينقاع في شوال من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بني قينقاع وهي الغزوة الأولى له صلى الله عليه وسلم مع اليهود فحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع فاستسلموا فأجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة غزوة السويق في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة السويق أغار أبو سفيان على المدينة فقتل رجلا من الأنصار فخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مئتي رجل ولم يدركه صلى الله عليه وسلم